السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة من جديد زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام مازلنا بالكلام عن سلسلة الأدعية المباركة والأحكام الشرعية التي نستفيد منها في حياتنا اليوم نريد أن نتكلم عن حكم جميل جدا بعنوان فضل قراءة سورة البقرة في البيت عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يعني سورة البقرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحديث كثيرة منها أنها فيها البركة ولا يستطيعها البطلة هذا أحديث آخر انظروا إلى فضل سورة البقرة لكن اليوم نحث الناس على قراءة سورة البقرة في البيت لما نجي ننظر لشرح الحديث في هذا الحديث الشريف يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما فيه صلاح بيوتهم وحياة قلوبهم من ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة آياته من الذكر الحكيم وإلا يكونوا كالموتى هو قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وكأنكم موتى سبحان الله العظيم فتكون مأوى للشياطين إن لم تقرأ سورة البقرة في البيت فينبغي العمل بهذا الحديث الشياطين والجن لا يمكثون في بيت تقرأ فيه سورة البقرة أي عظمة وأي حفظ أعظم من هذا الحفظ في حين أن البيوت سبحان الله العظيم أنا دائما أقول البيوت خاربت بسبب الأسحار التي تسوى من بعض ضعاف النفوس فحافظوا على أنفسكم أيها الإخوة الكرام تنظرنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته